نقول بقى الحدوتة النهاردة عندنا كده حدوتة من كل بيت زي ما تعودنا مع حضراتكم واحدة بتقول اتعامل ازاي مع خطيسة ابني هي اكبر منه في السلم وانا حاسة كده ان في عدم تفاهم بينهم ده احساسك حضرتك هي كمان بتفكر العروسة يعني بطريقة غير ابني مختلفة طبعا انا مش شخص متصلت ولا حاجة بتقول على نفسها كده لكن في علامات كتيرة قوي بتقول ان الجوازة دي مش هتنفع اعمل ايه انا مش شايف ان موضوع فرق السن ده حاجة مهمة الا ازا كانت البنت عليكي لها ملحوظات او محزورات او شايف ان فيه سلوكياتها حاجة مش مريحة لكن غير كده موضوع السن ده اتكلمنا فيه قبل كده كتير وما هواش بيفرق قوي يعني بالعكس البنت اللي بتبقى ناضجة تحافظ على بيتها وعلى جوزها فمش عارفة حدرت متضيقة منها في ايه ايه رأيك ما انا موضوع السن ده ما بشوفوش الصراحة خالص يعني ما شوف مفيش مقياس يعني مش موضوع اصلية اكبر منه في السن احنا اللي حطينا دي ودي حاجات يعني مش من دينا اصلا دي حاجات جدت علينا في ثقافتنا لكن في الدين ما فيش حاجة اسمها اصلية اكبر منه نابعة صوت السلام كانت ستينة خديجة اكبر منه اكبر منه بسنين كتيرة خمس واشر سنة تقريبا يعني وبجوزت اولاد بالزبط الحكاية بس هنا ممكن يكون فرق بسيط انا ما حددتش يا ايمان بس انا شايفة الموضوع هنا سواء هي اكبر منه هو اكبر منها لو ما فيش تفاهم الافضل خاص ما نستمرش بس هي الموضوع هنا جانرل قوي يعني احنا معاش عارفين هي شايفة ليه ان ما فيش تفاهم بينهم يعني ما قتلناش اي حاجة يعني شايفة تزدي نعم بتفكر بطالية مختلفة عن ابنها لما يبقى هو يجي يقولك مثلا انا مش شايف او هو اشتكالك او كده خلص لكن انتي ليه بتقحمي نفسك يعني النصيحة سريعة كده سيبيهم في حالهم وخليه هو راجل وخطب هو يقرر حياته وهو اللي ياخد قراراته بنفسه عشان هو يتحمل بعد كده المسئولية مفترض مفترض ان انت ابنك شخص عقل وبالغ والدليل ان هو داخل يتجوز فهو راجل فاعتقد ان هو عنده قناعات ومعتقدات وعنده ثوابت في حياته وعنده قدرة على تقييم الشخصية اللي هيرتبط بيها هتبقى زوجته وام عياله اتعامل ازاي اول كلمة انت بعاتيها اتعاملي بما يرضي الله اتعامل ازاي مع خطيب الابنك اتعاملي بما يرضي الله عادي ازاي ما بتعاملي مع بنتك فكرة ان انا حسة ان في هذا متفاهم ممكن يكون احساس كاذب نتيجة ان انت مثلا فيه يعني خايفة من حاجة وعندك مخاوف بس ده مش ضروري انا مش شخص متسلط محدش قال انك متسلطة بس هما بينهم بين بعض اللي يخليهم يقدروا ياخدوا يدوا مع بعض في الكلام وصدقيني لو هو حس بحاجة هو اول واحد هاياخد خطوة فحاولي بس تخليك على الحياد حيدي علاقتك بالعلاقة دي وبلاش تواجهيه وهو قادر على انه واجه نفسه في السن ده وفي الظروف دي ربنا يتمل مع رأيك من بعيد كده لانه هو ياخد برأيك بس من غير ضغوط هو يعني ياخد رأيك ويسمع كلامك ربنا يوفق كل ولادنا يا رب